سلام عليكم عبدالعزيز من قناة غوست مدريد رسميا اكتيفيجين تؤكد لعبة كل فيديوات الجديدة راح تعود الى جذور اللعبة وستوديو سليج هامر يصفها بانه المشروع الاضخم لهم في السلسلة انا سابق وتكلمت في تسريبات وشاعات قبل شهرين راح تحصلوا مقرأ قبل شهرين تقريبا من الآن نزال خبر رسمي ان اللعبة راح تكون كلاسيكية طيب اعلن سليج هامر اللي يتولى تطوير لعبة كلف ديوتي 2017 عبر حسام الخاص على تويتر انهم يفتخرون بالعمل على هذا الجزء اللي وصفوه على انها اضخم اعمالهم حتى الان طبعا متشوقين الكشف ايضا جاء فين هذه التغريدة انه راح يتم الكشف عن المزيد حول تفاصيل الجزء الجديد في وقت قريب دون تحديد موعد لذلك اه زي ما تشوفون التغريدة هاي من حساب سليج هامر غيمز وي ار ونظر من الكلام طيب اما شركة اكتيفجين الناشرة للعبة اكدت اليوم ان اللعبة راح تعود جذورها ورح تجسد المعارك راح تعود إلى جذورها ورح تجسد المعارك الملحمية اللي عرفت بانها من قبل لكن لم يتم توضيح فترة زمنية اللي راح يتم تجسيدها في هذا الجزء الجديد ونتوقع انه راح يتم نشر المزيد من التفاصيل خلال الساعات واول الايام القادمة طبعا يذكر ان الستوديو سليج هامر راح يتولى العمل على هذا الجزء الجديد اللي نتوقع انه راح يتم الكشف عنه خلال الايام القليلة القادمة وتتحدث الاشعاعات اللي تم تأكيد على ما يبدو اليوم على انه راح تعود احداثه بالزمن الى وراء توقع انه في فتنام لكن ما في اي تأكيدات حول صحة هذه المعلومات سواء من المطور او مشاركة اكتيفجين الناشرة للعبة حتى الان اشتراكم في الخبر تابعوني على تويتر جميع الاخبار ان شاء الله اول باول راح تعصرنا بتويتر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا اله لانت سبحان كلكم الظالمين بعمال الله